يجعل ايامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير موليد برج الميزان اللي عم بتبلش سنتك مع حماس وتأثيرات فلكية ايجابية جدا مع انه اول شهرين معنون لاريح بالسنة وانت بتعرف انه حتى اخر شهرين بسنت الواحد وعشرين ما كنت مرتاح يعني لا اخر شهرين بسنت الواحد وعشرين ولا اول شهرين بسنت الاثنين وعشرين حتكون مرتاح الزهرة كوكبك الاساسي هو للميزان يتراجع في موقع غير مريح لانه راح يكون بالجدي يمكن فيه قلق بامور عائلية نوع من انواع التغييرات بامورك العائلية على الاقل بشباط يعني ليأتي ادار لتبلش الامور بقى تتحسن والاوضاع تمشي باتجاه الافضل ربما من اول ادار تبلش تحصل على حب حياتك لو كنت خاليا او تفكر بارتباط وخاصة ادار نيسان ايار قاب والى اخر العام هاي الفترات للارتباط بامتياز الامور لقلاك ايجابية جدا المشتري كوكب الحظوص السعيدة بين السادس والسابع عم بيكون يعني مو كتير كتير مريح بالنسبة لقلاك بالعكس هو رح يكون مريح بالفكر بالدراسة بالاعلام بالتجارة انت بالمجمل رابح هذا العام مولود برج الميزان من السادس حتى اخر العاشر ممكن يكون في شيء ايجابي بس انا اذا بدي يعني نبهك شوي فبدي نبهك شوي من امورك العائلية بين السادس والعاشر في عندك نوع من انواع الكركبة العائلية ان شاء الله بتكون القصص ارتباط ببداية العام وبيبي جديد بين السادس والعاشر يعني هيك بتصير الامور اضبط بالنسبة لقلاك وطبعا وارد جدا يكون العلاقة بسفر بالمجمل هلا الصراحة الامور المالية هي المتعبة هذا العام يعني انا ما بشوفك بالسنة المالية الافضل مثل السنة الماضية عشان ما كتير تفتكر انه انا عم بخترع لك الزرة هذا العام امور السنة الماضية جيدة ماليا بس الصرف اكثر مما يجب عم تترفع عم تتدلل حالك عم تتشرع اخذ عقار اجار يعني في شي ما عمقول اللي الدخل هي كترة صرف بالمجمل وطبعا انت اصلا كوكب الجمال يعني او برج اللي بيحب الجمال ولا يستطيع انه يشوف قصة جميلة وما يشتريها مثلا فهي الصرف عم بيكون اكثر مما يجب فقالنا انه الامور المالية لا تعتبر كتير افضل بالمجمل هو عام للارتباط للتحسن العائدي وربما هو عام للسفر فانت تحسن امورك العملية والشخصية مولود برج الميزان كل عام انتم بخير ويجعلوا عام سعيد